المونيتور اللي قدامك دلوقتي دي هي اول في العالم. وهي مونيتور ال جي اتنين وتلاتين جي اس خمسة وتسعين يو اي. والمونيتور دي بدقة عرض الاتش دي تلات تلافة امية واربعين في تلات تلاف مية وستين بيكسل. وهما حاجة بتنزل الشرية دي ان هي بتشتغل في وضعين مختلفين لمعدل التحديث او بمعنى ان الشرية دي معدل التحديث الاصلي بتاعها بدقة هو ال متين واربعين هرتز. ولكن لو انت حابب انك تزود معدل التحديث ده وتلعب على اسرع بكتير فتقدر انك تضعف ده لحد ربعمية وتمانين هرتز ولكن هيكون بدقة الفول اتش دي. وبتقدر تعمل كده عن طريق الزرار الموجود في الشاشة من تحت. والجي بتقول على تكنولوجي دي تكنولوجي الدول مود. بالاضافة لكده فمن المميزات دي ان هي فهتستمتع طبعا بكل المميزات بتاعتها للشريات زي درجات اللون الاسود الحقيقية والعميقة والالوان الزهية والواضحة. ده غير الرهيب جدا اللي بيوصل لزيرو فاصلة زيرو تلاتة على حسب ما اعلنت عن المونيتور دي. ولكن الاهم من كده ان المونيتور دي هتكون بتدعم احدى التكنولوجي من تكنولوجي الولد عند وهي تكنولوجي او اللي هتخلي او اقص شدة لسطوع الاضافة في المونيتور دي يوصل لحد الالف وتلتميت نتس. فبالتالي هتلاقي ان تجربة اللعب عليها هتكون ممتعة جدا ورهيبة جدا. بالاضافة كده كمان في عدلت في البناء او بتاع 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 المونيتور دي وقلته بنزام وبالتالي ده هيخلي الكتابة والكلام اوضح بشكل احسن على المونيتور دي اكتر من قبل كده. مش بس كده لا كمان المونيتور دي بتستخدم نظام صوتي اسمه اللي هيكون مشابه المعروف في الشات التلفزيون بتاعت سوني اللي بستخدم اتنين او يعني زي سماعتين كده موجودين في ظهر الشاشة عشان يحسسوك ان الصوت خارج من الشاشة نفسها مش الصوت جاي من تحت الشاشة مسلا او من ظهر الشاشة لا النظام الصوتي بتاع ده بيحسسك ان الصوت خارج من الشاشة نفسها لدرجة انك لو حطيت ايدك على الشاشة نفسها تبتدي تحس بتاع الصوت دوت عشان هي دي دي يعني كانت استخدمتها لاول مرة وقدمت نتاج مبهرة جدا او يعني خلت جودة الصوت ممتازة جدا فالجي قررت ان هي تستخدم نفس التكنولوجي في المونيتور دي. وبالطريقة دي هتدي لك تجربة صوت مميزة جدا لو انت واحد وبتلعب دايما وقاعد قدام المونيتور مدات زمانية طويلة فاعتقد ان تجربة الصوت قدام الشاشة دي هتكون مختلفة عن اي مونيتور انت عدت قدامها قبل كده. وكل ده معمول في تصميم رفيع وانيق وشكله شيك جدا هيدي لمسة جملية للمكتب بتاعه. اما بالنسبة لمداخل ومخارج الواصلات فبيكون فيها مدخلين بالاضافة لمدخل ومجموعة من مداخل كمان الشاشة عليها طبقة اومط منعة للانعكاس علشان تقلم العكسات تاعت النور الجاية من مصادر النور الخارجية فبالتالي برضو هتدي لك تجربة مشاهدة وتجربة رؤية كويسة جدا. بالاضافة للمونيتور دي فعلنت برضو السنة دي في معرض سي اس الفين اربعة وعشرين عن اتنين من فئة وهم شاشتين واحدة بمقاس اربعة وتلاتين بوصة واحدة بمقاس تسعة وتلاتين بوصة باسبكت ريشيو واحد وعشرين لتسعة. دي هتكون بدقة عرض تلات تلات تلاف ربعمائة واربعين في الف ربعمائة واربعين بكسل او دركة الحناء تمنمية ار. واللي هيميز الاتنين دول برضو ان هما بيستخدموا تكنولوجي الام ال اي اللي هتخلي بتاع المونيتور دي بيوصل لحد الالف والتلتميت ناتس ولكن هيكونوا او بمعدل تحديث متين واربعين بس. وبشكل عام تلات مونيتور زي يجو بتصميم ال 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 جي صميته بطريقة توفر لك مساحة كبيرة على المكتب بتاعك على عكس الموديلات اللي قبل كده من فئة اللي كانت تتيجي بتصميم حجمه كبير شوية. كمان ده هدي لك امكانية انك تعليش شاشة وتوطيها او تعملها او تلفها في مكانها. وبشكل عام لو انت اول مرة تسمع عن تكنولوجي او وحابب تعرف عنها معلومات اكتر فانا كنت شرحتها بشكل مفصل في فيديو قبل كده هتلاقي الرابط بتاعه في اول تعليق وهتلاقي هيزهر في الفيديوهات اللي هتزهر قدامك دلوقتي وارب في النهاية متنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل في فيديو جديد ان شاء الله سلام.